اشتركوا في القناة وثلاثمائة ألف شخص في مشهد مروع قل نظيره الانتجار الضخم الذي أسفر عن حصيلة قابلة للزيادة عن قتل أكثر من مائة وخمسة وثلاثين شخصا وإصابة نحو خمسة ألاف بجروح بحسب منظمة العفو الدولية التي دعت إلى تحقيق دولي مستقل وصفة المشاهد التي عقبت الانفجار بأنها كانت مدمرة ومروعة لبلد يعاني أساسا وتحت ضغط أزمات متعددة وزير الصحة اللبناني قال إن حصيلة المفقودين تفوق أعداد الجثث وذكر سماع أصوات أنين من تحت الركام بينما غصت مستشفيات العاصمة بضحايا الانفجار مصادر أمنية أكدت أن الانفجار ناجم عن وجود 2750 طن من مادة نترات الأمونيوم في المرفأ منذ أكثر من ست سنوات صادرها القضاء اللبناني حين وصلت سفينة إلى مرفأ بيروت الذي تسيطر عليه ميليشيات حزب الله بينما ذكر الرئيس الأمريكي دولارد ترامب أن انفجار بيروت قد يكون بسبب هجوم مروع تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي قال إن أكبر تحدي حقيقي أسهم في تدمير لبنان هو ميليشيا حزب الله وإيران وذكرنا التقييمات النهائية خلصت إلى أن لبنان بحاجة إلى 93 مليار دولار لإنقاذ البلد وهو أمر يستحيل تنفيذه في ظل وجود ميليشيا حزب الله في السلطة وكدان نائي دعم يحدث حاليا للبنان ودعم لهذه الميليشيات وهذا ما كده رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السانيورا من أن المشكلات في لبنان ناتجة عن سيطرة ميليشيا حزب الله على الدولة هيئة علماء المسلمين في العراق عربت عن ألمها وأسفها للانفجار الهائل في مرفأ بيروت وقالت إن الانفجار حول بيروت إلى مدينة منكوبة وسط أزمة اقتصادية خانقة وتسلط قوة حزبية على القرار السياسي والأمني في البلد وعلنت الهيئة تضامنها مع الشعب اللبناني داعية المسؤولين اللبنانيين إلى إعلان الحقائق المتعلقة بما حصل وأكدت أن محل بالشعب اللبناني يشبه ما حصل ويحصل للشعب العراقي منذ سنوات فالذي يقف وراء مشكلات البلدين الجهات الخارجية الإقليمية وأدواتها الطائفية في المنطقة هذا عبر معتصمو ساحة التحرير عن تضامنهم مع الشعب اللبناني وحذروا من تكرار المشهد في بغداد بالتزامن مع إطلاق وسم بعنوان إبعاد العتاد عن المدن مبينين أن الحياء السكنية في مدن العراق قد تحولت إلى قنابل موقوتة بسبب مخازن السلاح التابعة للميليشيات ترجمة نانسي قنقر